أعلم بحضراتكم من جديد طيب فقر التريند التريند وأبرس حاجة معنا النهاردة حفل توقيع عقد الرعاية بين الأهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر حفل التوقيع كان بخضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة وجهاز الفري الأول لقرة القدم بالنادي الأهلي الكابتن سيد عبدالحفيز مدير القرى مارسل كولر المدير الفني وعدد من اللاعبين ولاعبي الفرق الرياضية ومسؤولي البنك نادي الأهلي أعلن بالتأكيد عن هذا التعاقد لمدة أربع سنوات تقادمة مع البنك الرسمي ودي خطوة بالتأكيد جاءت ضمن أولويات الاستراتيجية الجديدة للنادي الأهلي في تسويق حقوق الرعاية وتحقيق أكبر عائد مالي بالشراقة مع الكينات القبرى في المجالات المختلفة وذلك بالتعاون والتنصيق المثمر مع الشركة المتحدة للتسويق الرياضي النادي الأهلي بيسعى بالتأكيد من خلال هذا التعاقد إلى تعظيم موارده المالية لمواجهة حجم الإنفاق المتزايد على أنشطة النادي وفرقه الرياضية والبنية التحتية في المقابل يهدف بنك أبو ظبي الأول لمصر الذي حقق نجاحات رائعة على مدار السنوات الماضية إلى استثمار شعبية النادي الأهلي وأرقامه القياسية للوصول إلى أكبر قاعدة جماهرية من العملاء بإذن الله هيكون تعاقد وشراقة رائعة ومميزة بين بنك أبو ظبي الأول مصر مع النادي الأكثر القاب والنادي القرن الإفريقي والنادي الأكثر شعبية في المنطقة العربية وفي جمهورية مصر العربية النادي الأهلي نادي القرن زي ما نشايفين القيمة التسويقية والعلامة التجارية للادي الأهلي بتكون مع أكبر الشركات وأكبر الرعاة في منطقة الشرق الأوسط سواء في الحفل السابق أو الحفل الحالي وهناك مزيد أيضا كمان من عقود الرعاية الذي سيتم الإعلان عنها والتوقيع عنها خلال أو التوقيع بالنسبة لهذه العقود خلال الفترة القادمة وضمنا في الصورة الكابتن محمود الخطيب وإهداء تي شيرت النادي الأهلي لمسؤولي بنك أبو ظبي الأول مصر وشفنا قبل لحظات كمان توقيع عقد الرعاية ما بين مسؤولي النادي الأهلي مع مسؤول بنك أبو ظبي الأول مصر وده يندل على شيء بيدل على حجم الاستقرار اللي بيعيشه النادي الأهلي كمان بفضل التعاون بين جميع عناصر المنظومة اللي بتكمل بعضها البعض وده متمثل في الإدارة والأعضاء والعاملين والفرق الرياضية